زخرافة على الورق تكلمين عن هذا اللون كذلك الزخرافة على الورق اللي هو معروف على الصعيد الوطني ولا على الصعيد المهم الصعيد العالمي كان زخرافة على الورق يسمى بزخرافة الحواش هذا الزخرافة هي اللي موجودة عندنا في القرآن في الكتوب القادمة اللي كانت مخطوطة باليد في الحواش ديالك كانت تكون زخرافة إما بالصباغة وهذا أو بالزخرافة بالدهب الخالص يعني كين الزخرافة بالدهب الخالص وكين اليوم ما كنا نستعمل وعوط الدهب الخالص بيش ما يطحننا شيء العمل مكلف كنا نعتمده على الزخرافة باللون الدهب وكنا نعطيها نفس المعنى المهم والمغرب الحمد لله والجالة المالك اللي هو معتاني بهذا الموروث سواله بالخط العربي ولا بالزخرافة ولا بالتجويد القرآن الكريم اللي هو عطا نضم المغرب جوائز خاصة بفن الزخرافة على الوراق وفن الخط العربي وفن الحروفية وكلها تسمى جائزة محمد السادس لفن الزخرافة على الوراق أو جائزة محمد السادس لفن الخط العربي أو لفن الحروفية واللي كانت تسلم في الحفظ المولد النباوي الشارف